لكن عاوز أتكلم هل ذبائح العهد القديم هي كفاية للفداء أو الخلاص خلاص من الخطيئة طيب ممكن نقرأ جزء من الإنجيل نقرأ من الرسالة إلى العبرانين وأصحى عشرة يمكن الجزء اللي نقرأه يساعدنا في الإجابة عن هذا السؤال يا خنزار لأن الناموس أي وصايا موسى العشرة لأن الناموس إذ له ظل الخيرات العتيدة لا نفس صورة الأشياء لا يقدر أبدا بنفس الزبائح كل سنة التي يقدمونها على الدوام أن يكمل أي يجعلهم كاملين أن يكمل الذين يتقدمون وإلا أفما زالت تقدم من أجل أن الخادمين وهم مطهرون مرة لا يكن لهم ضمير خطايا لكن فيها أي في الزبائح كل سنة ذكر خطايا بتذكرهم بخطاياهم لأنه لا يمكن أن دم ثيران وتيوس يرفع خطايا لذلك عند دخوله إلى العالم أي دخول المسيح له كل المجد إلى العالم يقول زبيحة وقربانا لم ترد ولكن هيأت لي جسدا تجسد المسيح بمحرقات وزبائح للخطية لم تصر ثم قلت المسيح قال هأنا زأجيء في درج الكتاب مكتوب عني لأفعل مشيئتك يا الله إذ يقول آنفا أنك زبيحة وقربانا ومحرقات وزبائح للخطية لم ترد ولا سررت بها التي تقدم حسب النموس ثم يقول هأنا زأ المسيح قال هأنا زأجيء لأفعل مشيئتك يا الله ينزع الأول لكي يثبت الثاني الثاني في عدد عشر يقول فبهذه المشيئة نحن مقدسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة إذن الزبائح زي ما ذكرنا كانت أساسا من ترتيب الله أول من قدم زبيحة على هذه الأرض هو الله بنفسه صنع لهما أقمسة من جلد لا يقول خلق لهما أقمسة من جلد يعني لو ربنا خلق أقمسة من جلد يقول ليكن أقمسة من جلد فيكون لكن صنع أي زبح زبيحة لأجل آدم وحواء ثم كساهم وسطر عورتهما بأقمسة الجلد فبداية الزبائح من الله ثم انتشرت الزبائح شفنا أنه هابيل أدم زبيحة وقين أدب من ثمار الأرض وبدأت الزبائح إلى أن جاء سفر اللويين اللي ترتبت أنواع كثيرة من الزبائح ولكن هل تكفي الزبائح لخلاص الإنسان؟ طبعا الإجابة كلا زي ما قرينا في الجزء ده اشتركوا في القناة شكرا للمشاهدة